نحن الآن في منطقة جبلية تطل على مناطق واسعة جنوب مدينة الدم كما تشاهدون في الصورة منطقة بيت اليزيدي والحقب أتمنى من المصور أن يلتقط الاشتباكات التي تدور حاليا في حصن الحقب وأيضا منطقة الحقب التي وصل إليها الجيش الوطني من القطاع الشرقي والشمالي وأيضا القطاع الغربي في هذه الأثناء نسمع أصوات مدفعية سلاحة متوسط وثقيل في هذه الجهة تحاول ميليشيات استعادة بعض المواقع فقدتها وأيضا يحاول الجيش الوطني دخول مدينة دمت الذي تفصله عن مدينة دمت أقل من كيلو واحد نلتقي بأحد أفراد اللواء الرابع احتياطي طلعنا عن سير المعارك في هذه الأثناء كما تلاحظون هنا قرية الحقب وهذا حصن الحقب الذي تدور فيه الاشتباكات حاليا كما تسمعون الآن تسمعون أصوات الاشتباكات والانفجارات هناك يسطر الجيش الوطني أروع البطولات هناك ملاحم بطولية يخوذها أبطال اللواءين المتمثل في اللواء الرابع احتياط واللواء الثلاثة وثمانين مدفعية أقل من كيلو متر تقريبا يفصلنا عن مركز مديرية دمت إذن اللواء الرابع احتياط واللواء الثلاثة وثمانين مدفعية بدأوا هذه العملية وأسموها بعملية تحرير دمت ومحافظة إب أيضا محمد مريسي قانتو بالقيس محافظة الضالع